موسيقى هذه المشاهد والأجواء التنكرية والمخيفة ليست في دولتين غربية بل في السعودية من موسمي الرياض المقام حاليا والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية أقيمت هذه الفعالية تحت اسم ويكند الرعب أي نهاية أسبوع الرعب يومي الخميس والجمعة لكن الجدال حولها ما زال مستمرا والسبب هو تشابه الفعالية مع تقوص عيد الهالوين الذي يحتفل به في الغرب واليوم هو موعد الاحتفال به بالمناسبة أما ويكند الرعب السعودي فسبقه بيومين فقط وهكذا احتفالات تنكرية كانت ممنوعة في السابق في السعودية ويتم ملاحقة المحتفلين بها أما بالعودة إلى عيد الهالوين فيعود أصله إلى تقليدا قديما احتفلت به الشعوب الكلتك في إيرلندا وبريطانيا القديمة أثناء مواسم الحصاد بينما يقول آخرون أنه عيد جميع القديسين في الديانة المسيحية وطبعا تم التحضير والدعاية لفعالية ويكند الرعب وكغيرها من الفعاليات من قبل القائمين على موسم الرياض مثلا هناك تعليق مع فيديو هذا هو الفيديو هنا يقول ويكند الرعب صارت السيطرة تحت الأمور البس زي مرعب ودخولك بيكون مجاني لبوليفارد رياض سيتي وهو طبعا مكان إقامة الفعالية أما تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أيضا كتب عن نجاح الفعالية وعلق على فيديوهات وقال أنها تشجع على الحضور فمثلا علق على هذا الفيديو قائلا أن الأجواء في ويكند الرعب كل مالها تزيد حماس وعلق على فيديو آخر قائلا أن الأجواء فوق الخيال في ويكند الرعب اللي ما جاء اليوم يجهز الزي التنكري ويجي بكرة ويكند الرعب أو هالوين الرياض كما وصفه البعض أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل بينما منتقدا لتقليد الغرب ومشجع لهكذا فعاليات فحسابه اس ام يقول متى يكون لنا شخصية قوية نخلي العالم ينبهر ويقلدونا مثل ما نتبع ثنانهم من حزة افتتح الموسم افتتح الموسم وإلى اليوم ما في جديد ولا إبداع ولا تألق ما في غير تقليد في تقليد اتباع لثقافات وديانات وتقاليد غيرنا وكأنه لا يوجد لدينا دين وثقافة وقيم نعتز بها أما مصطفى فيقول الاحتفال والانبساط وحتى ولو بلون غربي مش معناه كفر العالم كله يستحق الحرية دون أحكام تغريدة ثالثة من نوا فتقول فيها أمر مؤسف والله محزن ضيعنا ديننا ودفن لغتنا هل هو نقص أو وش بالضبط أما آخر تغريدتين معنا من تركي يقول التركي هيئة الترفيه ما بدأت بشيء اسمه هالوين نهائيا والشيء الحاصل في موسم الرياض هو فعالية من فعاليات الموسم الكثيرة واسمها ليالي الرعب مثلها مثل منطقة الرعب الموجودة في موسم الرياض وهذه الليالي جزء من فعاليات منطقة الرعب والكل فيها يتنكر بأشياء مرعبة ومالها دخل بالهالوين طبعا لفتت تلك الفعالية أيضا نظر الإعلام العالمي فمثلا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أن احتفالات الهالوين في السعودية تشير إلى تغير كبير يقوده ولي العهد محمد بن سلمان وأنه من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة وأضافت الصحيفة أن بعض السعوديين يشكون في السر أن تلك الفعاليات الترفيهية تبدو وكأنها إلهاء للناس عن التحديات الاقتصادية مثل البطالة بين الشباب والتحديات السياسية مثلا عدام حرية التعبير ترجمة نانسي قنقر